رغم إنشاء بطولات ومسابقات رياضية على مستوى أكبر بعد تأسيس اتحادات مصرية في كل الألعاب في العشرينيات إلا أن النادي الأهلي استمر في تأديد دوره مع الطلبة وفضل ينظم مسابقات كاس أحمد حشمة باشا لكرة القدم وكاس عزيز عزة باشا للألعاب الأخرى وكمان أضاف لها بطولات تانية من أجل استمرار نشاط الطلبة في ممارسة الرياضة وعشان نعرف قوة البطولات دي وإزاي كان تأثيرها كبير في الرياضة المصرية وفي الأوساط الشعبية نقدر نقول إن الصحف كانت بتهتم جدا بمتابعة نتائجه جريدة الأهرام مثلا كانت بتنشر دايما تغطية للبطولات اللي بينظمها النادي الأهلي كانت تغطية مكسفة وصلت لأن الأهرام تنشر التغطية في صفحتها الأولى يوم 1 مارس 1935 زي ما انتم شايفين على الشاشة جرت بعد ظهر أمس في ملعب النادي الأهلي بالجزيرة المباراة النهائية بين كليات الجامعة والمدارس العليا لنيل كاس عزيز عزة باشا والصور تمثل حضرة صاحب السمو الأمير محمد عبد المنعم يوزع الجوائز على الفائزين شايفين تأثير مسابقة الأهل للطلبة كان قد إيه؟ شكرا